نبني الكلام على الأهلي هو آخر مشهد النهاردة الأهلي يعاني بقى له فترة إصابات عديدة نتائج فيها تراجع فيه تغيير مدير فني تقييمك لوضع الأهلي في الفترة حاليا إزاي وإنت بتفرج بقى وإنت راجل فني وشايف اللي بيحصل شايف المشاكل وشايف ايه المميزات اللي لسه عند الله يعني أنا بقول إن الأهلي الأهلي بقى له فترة عنده سنة سنة كده يعني فيه سنة مش بتاعة القرارات النادي الأهلي اللي هو دايما قرارات النادي الأهلي إحنا بنتعلم منه يعني على طول الحاجات ديت ففيه شوية قرارات كده بتيجي ما عرفش مش بتاعة الأهلي صعب أقول إنك تمشي مدرب في نص المسلم صعب جدا حتى الإعلان الرسمي كان هو اللي مش يعني بقول لا أنا بقول كمهنان أنا بقول بس هو صعب إنك تفرط أنا معرفش موسيماني لكن مدرب بيشتغل بشكل معقول عامل مجموعة بطولات معقولة جدا عنده مشاكل داخلية جوه النادي الأهلي كنت ممكن أنت بعد السيزون تمشي أو ما عرفش بقى الراجل الجديد ممكن يكون شغال بقى نهي دماغي إزاي لسه برضو خد بالك أنا مش قادر لغاية دلوقتي وانا بشتغل مش قادر أقرى دماغه وهو شغال إزاي آه لغاية دلوقتي لإني بتلاقي إصابات النهاردة مثلا في أول دقيتين حد سمانة وحد خلفية وإصابات قبلها وإصابات يعني فممكن ييجي مثلا الله أعلم برضو عشان ما مصدمش حد ممكن أنت بتقول أن المسيماني ما كانش بيمرن بالشكل الكافي فييجي الراجل يروح داخل مثلا التمرين أنت قلت يعني أنا قلت كم ده في الأول وأسحرك تشرحه عشان بس أنا قلته بمنطق الفهم اللي من بار لك أنت فهم فكرة الأحمال التدريبية اللي اختلفت هل دي ممكن تكون سبب في الإصابات طبعا بالشرط مين اللي كان صحه مين كان غير مليون في المئة يا كريم مليون في المئة أنا بقولك مليون في المئة لكن بأنهي شكل طبعا أنا مش طبعا أنت مش بوه مش في التمرين ومش شايف لكن أنا بقول أن أول حاجة إحنا بنروح نشوف مين اللي شغال أنا بأشوف مين اللي شغال قبلي وبعرف آخر أسبوعين بيشتغل إزاي وبعدين بامشي بنفس الرتم اللي اللي الراجل شغال بي عشان ما يحصلش فرق كبير بين شغلي وبين شغلي اللي قبلي لا بامشي بنفس وفي نفس الوقت بزود حاجات صغيرة لكن ما تؤثرش على اللعيبة لأن اللعيبة متعودة على حاجة ما ينفعش تروح تغيرها أو تكبرها بشكل كبير جدا عشان حيث أنه بيدي أحمال قليلة جدا زيادة عن اللازم فهو حب الراجل يحط زيادة فأنا بقول لك الله أنت قلت النقطة مهمة لازم يبقى دارس اللعب طبعا طبعا دي مهمة جدا ومهمة أنه أنت ما تغيرش دماغ اللعيب مرة واحدة يعني ما ينفعش تغير تقرص على اللعيب مرة واحدة فيبقى بيتمرن وبعدين أنت في نهاية سيزون واللعيبة فأنا بقول أن شوية الإصابات الأخيرة دي تخلي الناس تقعد بقى يعني يشوف بقى إيه الوضع جوة الفرقة لأن أنا بقول الكلام دا ليه خد بالك مش عشان النادي الأهلي أنا بقول الكلام دا عشان منتخب مصر عاملة أيوة لأني النادي الأهلي ونادي الزمالك نادي بيرامات لما يبقى في قمة مستواهم طبعا طبعا مش عايز أقول بقى الإسماعיל والمصري وكلام دا لكن أنا بقول الثلاثة لما يبقى في قمة مستواهم واللعيبة بتاعتهم بتعمل أداة عالي جداً النهاردة سوالش في المؤتمر الصحف اتكلم على مصلحة منتخب مصر وقال إنه اللي بيحصل في الضغط المتشار هيأثر جداً على منتخب مصر في الآخر هو كتير ناس ما بتاخدش بالها أنه منتخب مصر فهو لا يتأثر في الآخر في الضغط ده هنيجي ليه نقول لي يا كريم إحنا الراحة اللي اللعيب المفروض بيريحها بيروح تجمع منتخب مصر فيرجع من المفروض يبقى عايز يريح عشرين يوم أو خمستاشر يوم فبتديره يومين أو ثلاثة ويبدأ يخدش فترة إعداد متأخر يعني بص هو موال طويل في الحتة دي شرحه طويل جداً وما تقدرش تشرحها في وقت صغير لكن أنا بنقول لازم البطولة تنتظم لازم البطولة عندنا تنتظم لازم الناس تاخد قرار أنها تنتظم إحنا ما كانش عندنا قرار جريء أننا نلغي الدوري ما كانش عندنا قرار جريء أبداً في بداية السيزون اللي هي بعد الكورونا كان لازم يتلغي الدوري وتبدأ السيزون من بداية لكن كلمة إلغاء الدوري دي دي كبير أول سبب بسيط أنه لعبين ومدربين ومدربين والله أنا بقول لك بعد الكورونا كانت لازم تلغي الدوري لكن هنيجي نقول بقى أصل الرعاوة أنت بتفكر إحنا لو فكرنا يا بقى كريم أنك أنت من السيزون ده وتلغي دلوقتي في خمس ست سنين وانت مش عارف تريح اللعيبة فهيجي الدرر بعد كده في إيه أنك تيجي بعد أربع سنين ولا خمس سنين تلاقي اللعيبة منهكة تماماً اللعيبة مش قادرة توقف اللعيبة مش قادرة تفكر اللعيبة عايز بيلعب ماتشين أو ماتشين مفيش واحد عنده حتى عنده سبات في مستوى فاربع خمس ماتشات واربعض مفيش لا وتلاقي ناسك بتنتقد اللعيبة بتنتقد المدربين يعني سوارش تقراج اللي هو لسه وقالوش كم ماتش مع الأهلي الناس مسكا عمالت قولك أنه بيعرفش درر لا لا بالعكس هو الراجل مش بس هو جه على تركة برضو زي ما احنا بنقول لنهاية السيزون زي كو سبات المنته نا هي نفس الكلام لعبت النادي الأهلي لعبين مباريات كبيرة جداً ولعبها عاملة سيزون ومش سيزون بقى معشان برضو هو الراجل جاي على موسمين أو ثلاثة لحمين برضو ببعض فهيجي هيشل المشاكل دي كلها صح فهي أنا بقولك هي كلها مرتبطة ببعض